سيد محمد ما هي الجهود التي تشارك بها السفارة السودانية هنا في واشنطن لحل هذه الأزمة؟ السفارة السودانية كسائر سفارات السودان في العالم تتابع على تواصل مباشر مع القيادات السياسية في السودان مع وزارة الخارجية في السودان تتابع وثم تتواصل مع الجهات التي تتمتع فيها بتمثيل على مستوانا نحن هنا في واشنطن نتواصل مع رأستنا مع وزارة الخارجية في السودان ثم نتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية ومع مؤسسات الحكومة الأمريكية الأخرى لإطلاعهم على طبيعة ما يحدث التطورات التي تحدث وتحديث معلوماتهم حول ما يحدث ثم النظر في كيفية المساعدة وكيفية العمل سويا لأن أمريكا لها اهتمامات ولها مصالح ونحن لنا اهتمامات ولنا مصالح فمنطلق هذه المصالح المشتركة والمصالح على مستوى الإقليم والقارة الأفريقية نتعاون ونتشارك الأفكار وندرس الحلول المناسبة لهذه المشكلة فمستويات التواصل مع الجانب الأمريكي كثيرة على مستوى السفارة السفارة سفارتنا هنا في واشنطن سفارة الأمريكية في القرطوم لمستوى وزارة الخارجية في واشنطن وزارة الخارجية في السودان ثم على المستوى الرأسي هناك اتصالات وهي اتصالات متواصلة والولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الأمريكية يعني على دراية بهذه التطورات السياسية والعملية السياسية في السودان تعقيدات هذه العملية السياسية حتى أتت هذه المشكلة فتعاملنا وتواصلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الحكومة الأمريكية لم يبدأ بهذه المشكلة لأنها سبقها ويستمر حتى الآن وأكيد سيستمر إلى ما بعد الحل سيد محمد دعني أتوقف معك عند هذه النقطة تحديدا وهي مسألة أن الاتصال حاصل بالفعل بين السفارة السودانية في واشنطن وبين الحكومة الأمريكية كيف انعكس هذا التواصل بشكل إيجابي على إيجاد بعض الحلول ولو كانت مؤقتة لهذه الأزمة؟ إن حصل نعم بالوضوح وبالصراحة وبالشفافية نحن نتعامل معهم بالوضوح وبالشفافية اللازمة والمطلوبة في مثل هذه الأحوال ونتلقى منهم أيضا ما يتوفر لديهم ولذلك نجد أن قنوات التواصل هذه حققت كما ذكرت أنت بعض الحلول ولو كانت مؤقتة ولكنها تظل حلول وهناك فرصة لأن تتسعي فرصة لأن تدعو آخرين وفرصة لأن تتحرك بالأمور إلى الأمام والأمام